نمط العقوبات أيضاً ما تقدر تقول كل شوية والله تتصيري آدمية والله أنت طالق أساساً إذا جاب الإنسان لفظة الطلاق في البيت معنى ذلك حكم على حياته الزوجية بالفشل لا تجيب هذه الكلمة نهائياً لا في حال التهديد ولا في حال المزح ولا في حال الجد لأن مزحك هنا عند المرأة فوق الجد تهديدك هنا عند المرأة انتهى الموضوع أنت لا أمانة لك خلص أنت موجهة مأمونة تبدأ تبرمج وتحسب على أن وهالمرة هدد بعد شهرين هدد بعد ستة أشهر هدد معنى ذلك هذه الحياة إذن لا مستقبل فيها خليني أنا أفتح حساب لحالي أهي أمر إلى ما بعده الطلاق وهذا من ذاك الوقت انهدمت الحياة الزوجية كلمة الطلاق إياك إياك أو إياك إياك أيضاً أن تجي في الأثناء أن كان يقول إذا ما تصير آدمية أطلقش أو هي أيضاً تقول ترى إذا ما كذا وكذا خلاص أنا بطلب الطلاق هذه خطيئة كبرى حتى إذا كنت عازم على الطلاق لا تقول لا تقوله إذا شفت أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود ووصلت إلى نتيجة يبغضها الله وإن يتفرق يغني الله كل من ساعة صارت الأمور حاولت كذا ما لا تهدد روح سوي الموضوع خلاص اليوم تهدد باشر تمزح اللي عقبه تسولف هذا كله هنا العقوبات ليست واضحة وآثارها آثار سيئة بالإضافة إلى ذلك ما تقدر أنت تستخدمها كل يوم أنت في الشركة تقدر تفصل هذا وباشر تجيب مكانه واحد وما تتأثر زايد لكن حياتك مو هالشكل ليس من السهل أن اليوم تطلق وباشر تجيب وحدة أخرى واللي بعدها تطلقها وتجيب وحدة ثالثة وغير ذلك هذه حياتك تكون حياة غير مستقرة طيب وهذا ترى ما مربوط بأمر الأموال أو كذا اليوم في بعض الأخبار أحد مليارات العرب معروف عندكم طلق زوجته الرابعة خلال هالفترة أربع زيجات طلق واحدة وراء الأخرى يعني هذا الفلوس ليس المدار الأكبر عليه ممكن يغرق هذه الزوجة بالأموال لكن المسألة تحتاج إلى معاشرة جميلة غير بتحصن نفق بتقدير وتدبير ترجمة نانسي قنقر